موسيقى الحمد لله اليوم كين واحد الملتاقة اوروبي مغربي وكنامودج المغرب وإيطاليا الحمد لله احنا كمنتدى كانت استقبلوا مستثمرين والهدف دينا هو لقاء رجال اعمال مع المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والتعاونيات ومن هذا المنبر كان ندرنا واحد الملتاقة جنوب جنوب مع افريقيا كان سينيغال كان مودج ودابا كان كين الملتاقة الاوروبي الاول المغربي الإيطالي وإيطاليا كان مودج لتشجيع الاقتصاد ما بين المغرب وإيطاليا وتبادل تجارة والاقتصاد ومن هذا المنبر هذا النهار هذا احنا نشجعه على الاستثمار في المغرب والحمد لله استقطبنا أول مستثمر من إيطاليا اللي إن شاء الله اليوم غادي تكون شراكة مع هذا المستثمر والمنتدى اللي غادي إن شاء الله نشتغل عليها من هنا القدام إن شاء الله هنا في المغرب وفي المحمدية بالخصوص كنشكر من هذا المنبر جميع السلطات المحلية دي المدينة المحمدية اللي وقفوا معنا في هذا الواكبنا باش نكون هتجلب هاد المستثمر هذا وكذلك في ملعب غوية التينيس دو محمدية من هذا المنبر كنشكر أيضا مدير نادي التينيس غوية دو محمدية وكنشكر جميع المنابر الإعلامية وجميع الحضور اللي حضروا معنا في هذا الملتاقة هذا وكذلك التعاونيات المنضمة تحت المنتدى الأفق الجديد وأيضا المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا وإن شاء الله غادي نشوفوا المنتوجات كلكم منتوجات صناعية محضة ومغربية محضة عفوا مغربية محضة اللي غادي نشوفوها وحنا على في هذا المجال لتشجيع الصناعة التقليدية وكذلك المنتوجات المحلية المغربية كنشكر جزيل الشكر جمعية أنيس برئاسة الأستاذ عاشيق مصطفى اللي داجا عندنا معه شاركة مع منتدى الأفق الجديد الفنك وجمعية أنيس الإيطالية على هاد المجهودات اللي كيقوم بها وكانت تعاونه هو اللي استقطب هاد المستثمر هذا بتعاون وبشاركة مع منتدى الأفق الجديد للمقاولات والتعاونيات صحيح 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 ahh جينيا ب elites فلو 함께 غرفة خائبر تحديد للผม العدور للي و temperatura على إليها أعمال بعضachi رأس عامل delle strutture dove forniamo logistica e movimentazione merce, adesso abbiamo intenzione pure di lavorare qui nella terra marocchina dove vorrei ringraziare maggiormente tutte le autorità marocchine, sia questura, polizia, tutta l'amministrazione, il re e tutti gli enti per l'accoglienza fornita in questo periodo, adesso lascio la parola a un mio referente che lavora e collabora in Italia, il signor Ashik Mustafa. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, il suo appena, il suo appena e il anche al matto e alessio della sua parte del mondo, il suo appena e il suo appena, il suo appena a tutti i ammati, di poterciare ai voti, il suo appena e l'amministrazione, il suo appena di tutto il nostro appena. المنتدى ديال فاطمة حاليم وايضا ما ننسوش البارح اللي كنا في مراكش وايضا عدنا جولة اخرى في سيدي مومين والمدينة ان شاء الله جلنا درنا الصباح مع الاخت حاليمة اللي تعرفنا على الغرفة عامة انتنا نشكر السلطة والاستقبال اللي يستقبلونا ما ننسوش الدور ديال المدير ديال شركة أوليفو اللي في إيطاليا اللي توسعت على جميع الجهات وخدامها على أوروبا وكمة نعرفه كجمعية أنا رأي جمعية آنيس اللي جينا اليوم باش نوسع التبادل تبادل بين بين المغرب وإيطاليا والاعتراف باش يعرفوا في نوصل المغرب لا في الاقتصاد ولا في القادية الوطنية اللي كاملين نحن تحتى الله الوطن المالك ننتواجد الآن في النادي الملكي للتينيس بالمحمدية ونشكر السلطات المحلية على توفير لنا هذا الفضاء هذا وإدارة النادي وهذا الملتقى سيكون طفرة نوعية وقيمة مضافة للملتادة لماذا؟ لأن أولا الملتادة يبدأ شركات مهمة جنوب جنوب مع دولة السنغال وفق المقاربة الملكية السامية التي تصب في هذا المنحة وبالتالي تتجاه المقاولات والتعاونيات على الانفتاح على إفريقيا وكذلك على أوروبا واليوم نتواجد في هذا الملتقى الأول المغربي الأوروبي هذا الملتقى الذي سنضع فيه واحدة شركة مهمة مع شركة مهم وكي يعتمد عليها المغرب هو إيطاليا هذا الشركة هذه ستمكن المنتدى وتمكن تعاونيات والمقاولات المنضوية تحت لواء المنتدى الأفق الجديد لمقاولات والتعاونيات باش يتفتح لهم واحد مجال آخر لعرض متوجاتهم وكذلك لدعمهم وموكبتهم على المستوى المحلي الجهوي الوطني وكذلك الدولي وهذا هو الهدف المتدى الأفق الجديد لمقاولات والتعاونيات من خلال هاد الجمعية اللي هي رأت النور قبل وباء كورونا واستمرت رغم يعني العراقيل ورغم كل شيء استمرت للأمام والحمد لله إن شاء الله ستكون نتجة كبيرة جداً لأننا كان وضعنا في الانتظارات دينا هو الشباب المغربي وكذلك حاملين المشاريع وإن شاء الله الرحمن الرحيم في القارب العجيل سنجعل شركات أخرى مع دول أوروبية ودول إفريقية ونتمنى النجاح لهذا الملتقى الأول المغربي الأوروبي من خلال الشركة المهمة وهو الشركة الإيطالية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة